في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها في وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها قامت الإدارات الأمنية المعنية بجهود أمنية مكثفة من بينها تنظيم الحركة المرورية ومباشرة كافة البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات الرئيسية خلال فترة تساقط الأمطار الغزيرة وقامت الوزارة بتفعيل خطط الطوارئ واتخاذ إجراءات ميدانية ساهمت في إعادة الوضع إلى الشوارع والمناطق السكنية إلى طبيعته بالإضافة إلى مراقبة الحركة المرورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الحركة وضمان سيابيته كما تدعو الإدارة المعنية بالوزارة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية أثناء فترة هطول الأمطار وذلك حفاظاً على سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر